وما شهادته حلب في الأيام الأخيرة وبشهادات موثقة ولا تتطلب هذه الشهادات التدقيق في هذا التوثيق لأن هناك صور أقمار فضائية هناك متابعة دقيقة للأمر البعض تكلم عن ما يشبه يوم القيامة ويوم الحشر وفي النهاية الأعدمات المدنية حصلت إعادة الأشخاص بالقوة وإعادة تجنيدهم حصل وبالنسبة للانتهاكات يكفي أن هناك شهادات قيصر عما جرى في السجون السورية التي وثقت حوالي ألاف القتلى وعلى أساس ذلك الكونغرس الأمريكي أصدر قرارا حول الموضوع وهناك مؤسسات دولية تتابع ولولا الحماية التي يفرضها الفيتو الروسي والصيني لكانت المسألة وصلت لأعلى المستويات في القضاء الدولي